مرحبا بكم مشاهدين الكرام سعيد بلقياكم في نشرة الأخبار هذه وهذا أبرز عنوانها لاعب بفارق مغربي يعلن إسلامه أعلن لاعب إفواري ضمن أحد الفرق الكروية جنوب المملكة اليوم الجمعة لتمارس الجاري اعتناقه الإسلام وحسب مصدر محلي بمدينة أسا فقد أعلن اللاعب الإفواري بفارق ملودية أسا لكرة القدم إسلامه اليوم بمسجد الإمام مالك بأسا وأكد مصدر حضر وقاء إعلان اللاعب شهادته فقد تم تلقينه شهادتين من طرف إمام المسجد عقب أداء المصلين لصلاة الجمعة وأشار المصدر إلى أن اللاعب الإفواري المذكور كان حاضرا لأداء الصلاة رفقة الطاقم التقني للفريق الذي كان يصور الحدث علاوة على حضور بعض زملائه في الفريق وجدير بالذكر أن فريق ملودية أسا يلعب في القسم الأول هوات حيث يحتل المرتبة الثانية في ترتيب بطولة شطر الجنوب ترجمة نانسي قنقر